السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وقبل ما يقارب السنتين اعملت فيديو تكلمت فيه عن الفرق ما بين الهاردسك العادي وما بين الاس اس دي شو التحديثات والامور الممكن هيسرعها في جهازك من ناحية تشغيل ويندوز من ناحية تثبيت ويندوز نفسه تشغيل التطبيقات الالعاب والمونتاج ومختلف انواع التطبيقات الاعتيادية لكن حقيقة سرعة تطور التقنية انه حاليا هذا الشيء الهاردسك العادي بطل يعني مش شيء ضروري انك تحصل عليه بحيث انه الجهاز اللي موجوده راي فيه خمسة تيرا بايت كلهم اس اس ديز ولكن الاس اس ديز مش كلهم زي بعض ففي عنا انواع واشكال مختلفة فهذا الشيء يسمى التو انا هاف انش اس اس دي من نوع ساتا في عنا شيء اسمه بي سي اي اي اس اس دي في عنا شيء اسمه ان في ام اي اس اس دي كل واحد فيهم بيستخدم تقنيات مختلفة وبيشغل بطريقة مختلفة شوية عن الثاني في هذا الفيديو راح تكلم عن الفروقات ما بينهم ايهم انسب لك وين الفرق اللي راح يحدث كل واحد فيهم بناء على انت شو بتسوي بدون اي تأخير خلينا بلش خلال اس بول ماضي قمت بعمل مجموعة من التجارب ما بين اربع انواع ويحد تخزين علشان استعرضها في هذا الفيديو وليش اربعة بصراحة علشان يكون عندك فكرة وين جهازك بالضبط وبصف مع ايش بناتهم اول نوع من نوعة للتخزين هو الهاردسك العادي اللي هو قديم من قدم الازل يعني نوع الثاني اللي هو تو اند هاف انش ساتا اس ازي والنوع الثالث اللي هو الام داتو ساتا اس اس دي والنوع الرابع اللي هو البي سي اي اي ام داتو اس اس دي اربع انواع بيحكموا على يعني بيعطوك فكرة عن اغلب انواع تخزين المتوفرة حاليا هناك نوع اخر اللي هو اليو داتو اس اس دي ولكنه لم ينتشر ابدا ويستعمل فقط لامور مثل السيرفرات اول اختبار كان مجرد سرعة القراءة والكتابة على نفس وحدة التخزين وبالنسبة للهاردسك الميكانيكي اعطاني ما بين 30 سے نسبة لي وملا أنت متوسط من كل واحد الجديد من هذه مضوحات النافضوات الهاردسة الفلسية و海 Opti micro RpранENT access akt вдруг ه damage to that m.2 جديد من اج playoffs مع النسبة لللي هو الحقيق الساي الجديد ما بين اورم اقوامين ساتا اورمانات ساتان ن ISIS دي فاعطاني ما بين الاربعمئة وتسعين الى خمسمائة من ناحية كتابة وما بين PLUcher و 52 سے وميجابايت من ناحية تل theseГ codes لكن بالنسبة للـ M.2 NVMe SSD فأعطاني ما بين 1400 إلى 1600 ميجا بايت بالثانية من ناحية القراءة وحوالين 900 إلى 950 من ناحية الكتابة أما بالنسبة للاختبار التالي فكان شيء بسيط جداً ألا وهو أني أنقل ملف أو أعمل نسخة من ملف حجمه 100 جيجا بايت من نفس وحدة تخزين إلى نفس وحدة تخزين لأشوف كم تأخذ وقت وفي حالة الهاردسك الميكانيكي أخذ 29 دقيقة لحد ما ينقل هذا الملف لحجمه 100 جيجا بايت أما بالنسبة للـ 2.5 إنش SSD اللي ومنوع SATA أخذ 5 دقائق ونصف أما في حالة الـ M.2 SATA SSD فأخذ ما يقارب الثلاث دقائق وعشرين ثانية أما في حالة الـ M.2 NVMe SSD فأخذ دقيقة و 17 ثانية تقريباً ننتقل إلى الجايمينج والتجربة كانت على مجموعة كبيرة من الألعاب لكن اللي حبيتني أركز عليها هي Tomb Raider أو Shadow of the Tomb Raider الجديدة اللي بداية من ناحية FPS أو من ناحية سرعة إطارات على الهاردسك العادي السرعة كانت ما يقارب متوسطه الـ 120 FPS أما في حالة الـ SATA اللي هو الـ 2.5 إنش SSD أعطاني ما يقارب الـ 127 FPS كمتوسط أما في حالة الـ M.2 SATA SSD أعطاني أيضاً ما يقارب الـ 125 FPS أما في حالة الـ M.2 NVMe SSD أعطاني ما يقارب الـ 136 FPS بالثانية لكن الفرق اللي على أرض الواقع اللي شفته كان أثنائني وأنا في اللعبة بداية لحد ما أوصل للقائمة الرئيسية الفرق كان شاسع صراحة ما بين الألعاب بحيث أنه الـ SSD كلياتهم سواء الـ SATA أو الـ M.2 أو الـ NVMe أعطوني ما يقارب نفس السرعة عشر ثواني لحد ما كنت صرت واصل إلى القائمة الرئيسية بينما على الـ Hard Disk العادي العملية أخذت ما يقارب الدقيقة إلا في بعض الحالات وحسب مرات كان يعطيني ثلاثين ثانية مرات كان يعطيني دقيقة وهذا الأمر أيضاً كنت ألاحظه في كل مرحلة وكل ما كنت أتنقل ما بين سين إلى سين لما اللعبة تبلش تعمل لود لكل التكستر اللي موجود فيها الشجر الأوراق تبلش يتحسن من الصورة وهذا الكلام كله كان على 1080p إعدادات ألترا فمش شيء واو جداً لكن الـ Hard Disk العادي كان يأخذ فترة أطول بكثير لحد ما كل شيء في السين يعمل لود كلي وهذا أمر طبيعي بحكم أنه سرعة القراءة والكتاب بتاعته أقل بـ 15 ضعف من أعلى وحدة نحن قد نقارن فيها في هذا الفيديو اللي هي الـ NVMe SSD وآخر اختبار خليني أحكي فيه مع الجماعة الإدترز اللي زي حالاتي اللي هو كان عبارة عن اختبار لتصدير مشروع من دقة 4K الـ Color Space كانت 4.2.0 على 12 ميجابيت من ناحية الـ Compression ومن ناحية البتريت اللي أخذ على الـ Hard Disk العادي 8 دقائق و40 ثانية أما في حالة الـ SATA 2 أنها فأخذ ثلاث أو 8 دقائق و30 ثانية أما في حالة الـ MDA 2 SATA SSD أخذ 8 دقائق ونص أخذ حتى أطول من الـ Hard Disk العادي أما في حالة الـ MDA 2 NVMe SSD أخذ 8 دقائق الموضوع بكل بساطة لم يكن معتمد نهائيا في هاي الحالة على التخزين أو وحدة التخزين اللي أنا بطلع عليها لأنه سرعة الكتاب بتاعتها كانت أقل بحكم أنه الـ Export Process أو التصدير تاع الفيديو بحد ذاته لا يعتمد بشكل كبير على وين أنت قاعد بتسيف لأنه قاعد بكتب بسرعة 12 إلى 15 ميجا بايت بالثانية لأنه قاعد بعمل رندر إطار لإطار لكن الفرق الضخم جداً من ناحية التخزين لما تكون أنت شخص بتمنتج عليها هو لما نتكلم عن الـ Playback ونقل التنقل فقط بالـ Timeline مجرد أنك قاعد بتقلب وبتتفرج على الفيديوهات اللي أنت مشغلها بحيث أنه هذا الأمر راح يختلف معك بشكل عملاق جداً إذا أنت بتطلع على Timeline 1080p أو بتطلع على 4K أو 8K أو 6K أو بتشغل HDR Color Correction فهذا الأمر راح يفرق معك بشكل عملاق جداً لأنه على هاردسك هذه في بعض الأحيان ما بتقدر أنك تشغل ملف 4K بدون ما توصل لحد معين قبل ما الصورة تبدلش تنتع بحكم أنه الكاشينج اللي موجود وسرعة القراءة من نفس هذا الهاردسك راح تكون منخفضة جداً وهذا أمر بتقدر أنك تسرعه من خلال أنك تزيل الكاش تاع نفس Adobe Premiere أو برنامج المونتاج اللي أنت بتستعمله وتحطه على SSD منفصل عساس أنه يصير يقرأ الكاش من SSD ويسرع العملية لكن هذا الأمر بيفرق جداً لما تبلش تدخل بأمور مثل عدة ليارات فوق بعض وتبلش تحط بأسيتس أكثر بنفس المشروع تاعك الهاردسك بيوصل لمرحلة أنه ما بتقدر تشتغل عليه أبداً خصوصاً لأنك كنت بتتعامل مع 6K فوتج أو إذا كان في عندك ليارات كثير أو كنت بكل بساطة مجرد بدك تسرع الكليب اللي أنت بتتفرج عليه أثناء البلايباك فقط بدك تضطر لأنك تبلش تنزل لسرعات أو اللي هي ما يسمى بسرعة أو الكواليتي تاعة البريفيو لشيء اللي أنت بتطلع عليه لحد تنزلها للثمن علشان تقدر تطلع عليها الهاردسك عادي بينما الأس أس دي حالته أفضل بكثير ولما نتكلم عن أمور مثل ريد كود ونتكلم عن رافوتج أو البرورز هذا الأمر رح يفرج معك جداً لما تنتقل لأس أس دي ورح يتحسن لما تنتقل لشيء مثل الريد أو الان في أم إي أس أس دي وبهيك بكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إن شاء الله تكون صارت عندك فكرة جيدة عن الفرق ما بين الان في أم إي أس أس دي والساتة أس أس دي إيش الإشياء اللي بتهمك أكثر شيء فيها من ناحية الجيمينج بشوف إنه الأس أس دي العادي الـ 2.5 إنش اللي هم أمثال هذا الشيء رح يكون كافي لأغلب الناس ما في ألعاب لسه بتأخذ حاجة أكثر من هذا الشيء لكن بكل تأكيد لو لا تزال بتعمل على الهاردسكات العادية يعني هذا خلص صراحاً شطب من استخدامي العام ما عدا الأرشفة الأس أس دي حالياً أسعارهم أرخص بكثير بأرقام كثير منخفضة بنتكلم يعني حتى أمور أنتري NVMe مثل اللي هو الأي ألف من كينغسن رح يكون سعره كثير كثير منخفض مقارنة بالهاردسكات العادية لدرس أنه في بعض الأس أس ديز أرخص من الهاردسكات العادية حالياً إذا بدأك تشتري لكن احرص على أنه في معلومة هاي مش حاب أدخل فيها بهذا الفيديو كثير أنه كلما ارتفعت بالسعة على الأس أس ديز الأن في أمي الكنترولر اللي عليها بيصير أحسن فعلى سبيل المثال هذا الأي ألف من كينغسن سرعة محدودة بألف وخمسمية لما نيجي نتكلم عن شيء مثل الكي سي وينثاوزند اللي هو أيضاً أمدات تو أسا أن في أمي أمي أس أس دي من كينغسن هذا فئة أعلى هذا أي أو هذا كي سي وهذا أي سيريز الكنترولر اللي في هذا بوصل لثلاث ألاف ميجا بايت بالثانية ولسه في عندهم الكي سي 2000 اللي بوصل لثلاث ألاف ونص إلى أربع ألاف ميجا بايت بالثانية فكلما ارتفعت هذا الكلام فقط على اثنين تيرا لو تنزلوا واحد تيرا السرعة بتقل كلما نزلت بالسرعة ببلش تنزل شوي شوي لأنه الكنترولر اللي موجود على الان في امي فلاش توريج راح يكون مختلف فأمر ما بدي يدخل فيه كثير لأنه الموضوع راح يكون مواقت جدا وطريقة التوضيح الموضوع راح تكون صعبة لكن إن شاء الله راح نكون غطينا كل شي شكراً لكين جستن على رئاية هذا الفيديو اللي وافقوا على أنه أعمل شيء زي هيك واتكلم عنه وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ما تنسونا بلايك هذا كان كل شيء للفيديو كاما معكم صلاح حامد فيا مان الله